كان هناك ملك من الملوك أراد أن يبني في مملكته مسجدا وأن يكون هذا المسجد من ماله فقط دون مساعدة من أحد وقد حذر جميع الناس بعدم المساعدة المادية أو غيرها في بناء هذا المسجد ومرت الأيام وتم بناء المسجد وأصبح أكبر المساجد في المملكة ووضع عليه اسم الملك وفي ليلة رأى الملك في منامه أن ملكا ينزل من السماء ويمسح اسمه عن المسجد ويضع بدلا منه اسم امرأة فاستيقظ الملك مفزوعة وأرسل جنوده حتى ينظرون إلى المسجد ويتأكدون من أن اسمه ما زال عليه فذهب الجنود ورجعوا وأخبروه أن اسمه لا يزال مكتوبا عليه وفي الليلة التالية تكرر ما حدث فاشتد غضب الملك وفي الليلة الثالثة تكررت نفس الرؤية فقام الملك وكان قد حفظ اسم المرأة الذي يكتبه الملك فأعطى لجنوده اسم المرأة وأمرهم أن يحضروها له فذهبوا ووجدوها عجوزا فقيرا فأحضروها إلى الملك فوقفت أمامه خائفة فقال لها الملك هل سعت في بناء المسجد الذي بنيته؟ فقالت له في خضوع لا يا مولاي فقال الملك أسألك بالله أخبريني ماذا صنعت في بناء هذا المسجد فقالت له والله ما فعلت أي شيء في بنائه إلا أنني مررت ذات يوم بالقرب من المسجد فرأيت أحد الدواب التي تحمل الأدوات الخاصة ببناء المسجد مربوطا بحبل إلى وتد في الأرض وكان بالقرب منه قدر به ماء وكان الحيوان لا يستطيع الوصول لهذا القدر حتى يشرب وقد ملغ منه العطش مبلغا فقربت له القدر وسقيته فشرب حتى شبع والله هذا كل ما صنعت قال الملك في خجل فعلت هذا لوجه الله فقبل منك الله عملك أما أنا ففعلت لي قال هذا مسجد الملك ويكتب عليه اسمي فلم يقبل الله مني ثم أمر جنوده أن يكتب اسم المرأة العجوز على المسجد بدلا منه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين